رجعنا لحضراتكم ومعانا أسئلتكم المباركة اللي تلقنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسروا الجسر المنور اللي بيخلينا دايما في مجالس العلم واللي بنفرح بكل أسئلتكم وكمان بنسعد ان احنا نجاوب عليها ونخصص لها وقت زي الوقت اللي احنا مخصصين النهاردة عشان نجيب على أسئلتكم أول سؤال وصلنا بيقول ما حكم الزوج الذي لا يعاش زوجته بسبب عجزه الجنسي الذي أصابه فور الإنجاب الأولاد أي بعد الزواج بسبع سنوات والزوجة تريد أخذ أولادها وتطلق وهو يرفض الإنفاق عليهم ولأنها مغلوبة على أمرها أجبرت على أن تعيش بنفس البيت لتربي أولادها مع بقاء الوضع منذ 21 سنة وهي بنفس الحال دقت بها الدنيا ولا تعرف مقاعة من الدين السؤال ده مليء بالأشياء اللي ما يحتاجك السؤال المباشر والتحقيق المباشر لكن أنا افترض أن التفاصيل اللي متألف للسؤال ده هي تفاصيل حقية ودقيقة لأنه ممكن تكون التفاصيل حقية بس فيه شيء من الدقة عايزينها زي مثلا إيه أن هو أصابه العجز الجنسي في فرق ما بين العجز والضعف في فرق أنه أصبح ما عندهش قدرة على العلاقة الجنسية خالص فده عجز لا أصبح أنه عنده قدرة ولكن بمعاناة أو بصعوبة أو بمشقة أو ليس كما كان دي درجات فالدرجات دي محتاجين نعرفها لكن الأمر المهم أن حتى لو حصل ده وعشان الزوجة تطلق وده يبقى محتاجين نحن نرتفع إلى القاضي بعد الصبر واحد وعشرين سنة بيضايع الحق في الخيار لما يحصل ده لأن ده طارق فبدال ده طارق يبقى المرأة كده حصل عليها ضرر فلما يحصل عليها ضرر تعمل إيه؟ ترفع أمرأة للقاضي إذا كانت لا تتحمل هذا الضرر فأنت دلوقتي لا تتحملي هذا الضرر اللي هو ضرر إيه؟ إنه هو عنده حالة من حالات العجز الجنسي أو الضعف الجنسي وفي نفس الوقت هو لا ينفق عليك وعلى أولادك وإنت عايزة تأخذ الأولاد فإيه اللي حاصل؟ مسألة بسيطة بس إنت عايزة تأخذ الأولاد لو الأولاد دولا مخالفهم من والأولاد دلوقتي يوصلوا بعضهم موصل لواحد وعشرين سنة أو تلاتة وعشرين سنة أو ربعة وعشرين سنة مش من حقيقة أنك أنك أنت مش من حقيقة أنك تخديهم خلاص الأولاد وخلاص بلغوا سن الرشد فعليهم أنهم يقرروا يعيشوا مع مين؟ طيب أنا ليه بقولك كده؟ بقولك كده عشان تعرفي فين الحقوق؟ الحق بتاع حضرتك أن أنت عندك ضرر ومتضررة فتعملي إيه؟ ترفع أمرك للقاضي وهو سيقدر هذا الضرر وإذا قرر بهذا الضرر سيطلقه كل الضرر يبقى أنت بتقولي إيه موقعي في الدين؟ موقعك في الدين أن أنت امرأة متضررة والذي سيحكم بحجم هذا الضرر هو القاضي هو مين؟ القاضي فإذا وجدك قد وصلت إلى حد الضرر الذي لا تستطيع أن تعيش به هيقضي بالتفريق ويطلق عليه يطلق على الزوج ويسمى هذا طلق للإيه؟ للضرر فبتسأليني يعمل إيه؟ ليس لك عمل إذا كنت وصلت لهذا الحال وليس هناك توافق واستحالة العشرة بينكم ليس قدامك لأنك أنت تذهب إلى القاضي وتطلب الطلاق للضرر وتطلب الطلاق للإيه؟ للضرر بس أنا شايفت دلوقتي أنت بتقولي حضرتك أن فيه سبع سنين وبعدين واحد وعشرين سنة لو كان ده الضعف ده حصل من سبع سنين من بعد سبع سنين بعد ما إنجبت الأولاد وبعدين استمر الواحد وعشرين سنة فإحنا عندنا تمانية عشرين سنة عشرة أو هي مجموع العشرة كلها واحد وعشرين سنة فهي مدة طويلة فإحنا ممكن نبحث عن وسيلة للتوافق وإن إحنا نبحث على من يجمع بينكما من الحكماء طب إذا ما كانش فيه حكماء في الأسرتين بمعنى إن إنتوا مش راضين بحد نشوف متخصص لأن المدة اللي إنتوا عشتوها مع بعض مدة طويلة أنت ممكن تقولي وقال فيه الجلة بتتغير بعد العمر ده كله آه فيه ناس بتتغير بعد العمر ده كله طب الحل هو إيه يبقى أنا شايف الأجراء الأولاني إن إحنا نروح لمجال الإرشاد الزواجي ما نفعش يبقى خلاص هنروح بقى للقاضي عشان يفصل بنا إذا كنت إنت تضررتي ضررا يجعلك مستحقة أن تطلقي وتأخذي كامل حقوقك سؤال بعد كده سؤال بيقول بنت خلتي متجوزة ومعاها بسم الله ما شاء الله ثلاث بنات وولد وأبوهم بيشرب أعوذ بالله بيشرب حشيش وبيتعاطل برشام المخدر وكان حصل مشاكل ومازالت بسبب كده ووصلت للطلاق في المحكمة يعني هي رفعت عليه قضية قضية الطلاق للضرر في المحكمة وهي بتتراجع وهي بتتراجع وبتقولها عشان عيالي وفوق ده كله ضرب وإهانة وأمه هي اللي بتعينه على السكة الغلط دي فهل أسأل فهل أسلم حل للطلاق أم الصبر على البلاء وأكون شكل جدا لحضرتك يا فضلت الشيخ أنا شايف أن أنا مش أقدر أجاوب على السؤال ده غير لما أشوف تفاصيل الحالة لكن أنا الأحوال اللي بيكون فيها إدمان هي أقول لكم حاجتين يعني أقول حاجتين عشان تبقى واضحة في دي الحالات اللي فيها إدمان بيبقى محتاج للزوج لو كان الإدمان من جهة الزوج محتاج هزة شديدة شوية مش معنى كده أنه بقول لك روح اطلاقي لكن هو محتاج هزة هزة عشان يفوق لأنه هو بيحس أنه هو المساء تحت السيطرة الزوجة تحت السيطرة والأولاد تحت السيطرة والطلاق تحت السيطرة كله تحت السيطرة أهم حاجة أنا ما حسش بالإحساس المرعب لما بيحس أن أنا محتاج لهذا المخدر فإذا كان هو وصل للإدمان فهو محتاج وقفة وقفة شديدة وليس معنى الوقفة الشديدة الطلاق لكن وقفة شديدة إذا كان هو بيعمل إيه؟ إذا كان وصل لحد الإدمان فده شيء مهم جدا جدا الوقفة الشديدة اللي فيها مزيد من الحرص على تغيير الوضع اللي موجود دلوقتي ونصر على ده ويبقى النبراس والمعنى اللي مكتوب على صدرك في هذا السياق قوله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلومة قالوا عرفنا كيف ننصره مظلوما يا رسول الله فكيف ننصره ظالما قال أنت رده عن ظلمه يبقى نيتك أنه يترد عن ظلمه خلاص نيت مين نيت الزوجة مش أنت نيت الزوجة الزوجة هي اللي تعمل كده فتبقى نيتها أنه عايزة إيه؟ ترده عن ظلمه أنت خيرتين ما بين حكتين أساء الطراء ولا الصبر على البلاء؟ لا الحل الثالث هو إيه؟ إرادة تغيير هذا الواقع ليه؟ من باب نصر من باب إيه؟ إخراج الظالم عن ظلم وتعمل إيه بقى؟ تحاول بقدر الإمكان أنه يتحاول بقدر الإمكان أنه يتخرجه من ظلمه ده وتعمله بشكل واضح وتبقى فيه وقفة واضحة أن دوت مش هينفع ولا أن نستمر على ده ولا يكون أبداً ده حن وأولادك يستحقه منه غير كده وإنت لو بتحبني لابد أن أنت تغير ده لأن دوت لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى ولا بيه حياة ولا بيه سعادة ولكن بيه تعاسى ومش ممكن أنت تكون عايز الأسرة دي تعيش في تعاسى فقط عشان مخدر بتاعك ده يبقى أنا رأيي الوقفة الجادة الشديدة اللي تمنع الاستمرار في ده ويبقى الغرض من ده ماذا العون على الشيطان والعون على النفس الأمر بالسوء أن أكون عوناً له على نفسه وعلى شيطاني ويبقى كده بعمل إيه بقف وبساعده أن يخرج من ظلمه لأنه كده بيظلم أولاده لما يضيع الماله وبيظلم أولاده لما يكون بهذا الشكل السخيف السيء لأن الشخص المدمن شخص مسلوب الإرادة شخص يستطيع أنه يدوس على أي حد ولا يهتم لأنه في الحقيقة ما يهتمش غير فقط بالمخدر مستعد يبيع أولاده مستعد يقتل فالأمر مش سهل فلازم نقف وقفة حسمة في اتجاه هذا الأمر السؤال اللي بعد كده أنا زوجة منذ 18 عام ولدي أربع أطفال زوجي مهندس في شركة كبيرة وأنا أعمل أستاذة في الجامعة طول فترة الزواج زوجي يعمل في محافظات أخرى ويأتي فقط الخميس والجمع وكانت الأمور جيدة وكنت قراء الأبناء أنا وأمي رحمة الله عليها ثم اكتشفت أنه على علاقات غير شرعية ويزني وله علاقات متعددة وكل مرة نتشاجر ويتكلم معه ويتأسف ويقول لي آخر مرة ولكني أكتشف أنه متعدد علاقات حياتي أصبحت جحيم ومن ثم انفصلت عنه في البيت من أجل أولادي وذهب للعمل في مشروع وكنت لا أراه سوى يوم في الشهر وهو في غرفة وأنا في غرفة وأزداد البعاد وأزدادت علاقاته وكثرت المشاجرات حتى أبنائي من كنت أتحمل من أجلهم صار يضربهم ويشتمهم بأقدر الألفاظ ولم يعد يطيق الجلوس معهم وأصبح يتهرب من مسؤولياته نحوهم إلى أن انكشف أمره أمام بناتي وهم في سن مراهقة ورأوا محادثاته الخارجة وفوديوهات غير محترمة نفسيتهم تعبت وتدمروا حينما حينها فضحت الأمر لأهلي ولأهلي وطلبت الطلاق ولم يتدخل أحد من أهله أبداً وتهرب مني وأمي كانت مريضة هي وأبي وهو يعلم أني ليس لي أحد يقف في صفي وذهب للإقامة مع والدتي ويرسل دي مصاريف قليلة جداً لا تتناسب مع الغلاء والمعيشة وأنفق مرتبي كله وأهلي بيساعدوني وهو الآن لا يطلق ولا يتقل لا فيه وفي أولادي ولا يتحمل أي مسؤولية نحوهم ماذا أفعل؟ ارفع أمرك للقاضي لو الأمر كده والعلاقات دي متعددة بهذا الشكل ومثبتة وأولادك يبتدوا يتدمروا كده وإحنا وصلنا إلى حالة سيئة كده بهذه الطريقة نرفع أمرنا القاضي بإننا متضررين أنت بتقولي أنه مر بكل مراحل النصح وجبنا حد وتدخلنا مش هقدر أقولك بشكل واضح أن الحل بيكون في الإرشاد الزواجي في الحالة اللي احنا فيها إذا كان هو مدمن للعلاقات الإيه؟ للعلاقات المحرمة زي ما حالك بتقولي لكن أنا شايف أنه أنت ممكن يكون من السهولة بمكان أنه أنت تحذري تحذير أخير وتقعودي بدل الأولاد فيها من كده تعودي أنت وأولادك معاه أهدت مواجهة أنه أنت محتاجين أبوهم النقي الشريف العفيف مش محتاجين أبوهم اللي فيه كل العيوب دي ويبقى الأولاد بيتكلموا بقمة الاحترام لكن بقمة الحز وإنت بتتكلموا بقمة الاحترام ومو بقمة الحز ويكلموا بأنهما هو أغلى عليهم أغلى عندهم من أنهما يتركوه لنفسه ويضيع الأسرة ويضيع البيت كده كتير من الأباء ممكن يتغيروا لما يحصل الكلام ده فأنا شايف أن احنا نقعد قاعدة أسرية واضحة مع تمام الأدب مع شدة الحرص وشدة الوضوح كتير من الأباء بيتهزوا من دي بيتهزوا لأنهما ما كانوش متصورين أولادهم مجتمعين عيجوا يكلموه كده ويبينوا حبهم لأنهما في بعض الأحيان بيبقى استبيع لأنهما خلاص أحس أنهما ما بيحبوهوش وأعملوا الكلام ده وانتوا قصدين قوله تعالى وتعاونوا على البر واتقوا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يتدامعوا ويجلسوا معا جلسة جلسة تحاولوا بقدر إمكان تبينيولوا أن انتوا بتحترموك والدهم لكن للأسف ستقدروا تستمروا بهذه الطريقة اللي فيها كل هذه المحرمات وكل هذه الفواحش امنعوه بما تستطيعوا امنعوه بالحب وبالحزن وساعتها هتجدوا عاون الله سبحانه وتعالى إن شاء الله لكم وربنا يفتح ويبارك ويهديكم إلى سواء السبيل إن شاء الله يا سادة احنا اتكلمنا النهاردة على جليس رزل اللي هو جريس الحرص على ديمومة الفوز والاستحواز على آخرين بأي تمن وللأسف ده بقى كتير في الوقت ده وبقيت قلوب الناس وعقول الناس وحياة الناس ملهاش تمن والناس بقيت تتلاعب بمشاعر الناس وبقلوبهم وتكسرها وتدوس عليها من غير رحمة يا سادة بلاش كده ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء خلي بالكم إن اللي بتعود على ده أعلقته بربنا بتفسد لأنه حاسس إن ربنا سبحانه وتعالى لو ما قالوش أي حاجة ومحتاجها بيحس إن ربنا سبحانه وتعالى وكأنه بيعنده يبقى إذن احنا محتاجين نتخلص من هذه الصفات محتاجين نبطل نرب أولادنا على إنهم لازم يبقوا الأول دائما محتاجين إحنا كمان نقوم بخدمة الناس إحنا محتاجين كمان إن احنا نكون من أهل المحبة ومن أهل الرحمة ومن أهل الود وخلونا نتعاون دايما على إن احنا نقدم خدمات للناس في الشغل والبيت وفي الطريق عشان نرجع مرة تانية طيبين فتطيب نفسنا ونبقاش مرعبين وعايزين نستحوز عشان نأمن نفسنا ونحس إن ربنا هو أماننا وإحنا عشان نكون مؤمنين لازم يأمننا الناس على أعراضهم وعلى قلوبهم وعلى كمان أموالهم وحياتهم يا رب اجعلنا ممن يذوقون حلاوة الإيمان فنكون أمانا على كل من حولنا ونكون بابا من أبواب الدلالة عليك يا كريم يا ودود يا رب العالمين